هذه الرواية في سنن أبي داود وصححها الإمام الألباني عن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتابة ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرآن هذه الرواية ببساطة بتتنبأ عن رجل شبعان على أريكته شوف الوصف بيقول إيه عليكم بهذا القرآن بس القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع اللي تلاقوا حلال في القرآن تحلوه اللي تلاقوا حرام في القرآن تحرموه مفيش مصدر آخر للتشريع فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة لأمور غير موجودة في القرآن الكريم موجودة في السنة وبيأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حكمها وبيأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على إن السنة مصدر منه